موسيقى رمضان كريم من نبت أرض مصر ومن بين أبنائها أحفاد الفرعنة العظام عقول مبدعة تسعى بالعلم والمعرفة بالعمل الدقوب والإخلاص المتفاني لخلق مستقبل مشرق لكل أبناء هذا الوطن وإيد على إيد نبني مصر من جديد مع العلم والعلماء نلتقي البحث العلمي ومشكلات المجتمع المصري الفجوة العلمية والتكنولوجية في منظومة البحث العلمي ربط الأبحاث العلمية بالصناعة وارتباط البحث العلمي بعجلة التنمية ملفات ساخنة موضوعات مثيرة نناقشها معكم وعلماء من بلدي الآن مشاهدين العزاء المساء الخير وأهلا بحضراتكم مع هواق علماء من بلدي مع العلم والعلماء ها نحن في العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم تقبل الله مننا ومنكم الأعمال يا رب وطبعا احنا هنتكلم اليوم عن أحد أهم في رؤى العلم الطبيعية علم الكيمياء الحيوية يقول الله تعالى يرفع الله الذين أمانوا منكم والذين قوتوا العلم درجات بساعدنا طبعا أننا نستضيف دفنة الكريم في هذا المجال مجال الكيمياء الحيوية مجال تخصص دفنة الأستاذ الدكتور نبيل محي عبد الحميد أستاذ الكيمياء الحيوية وبحوث الأورام المؤسس والعميد الأول لكلية الصيدلة جماعة كفر الشيخ مدير وحدة أبحاث أورام الكبد وعدو الهيئة الاستشارية العليا لمجلس علماء مصر أهلا بحراتتك معنا على شاشة قناة القاهرة يا دكتور أهلا بكل سانع حراتك طيب طبعا بدايتنا عايزين تعريف مبسط لمفهوم الكيمياء أنواحها ما بين الكيمياء الأدوية الكيمياء الحيوية الكيمياء التحليلية أهمية الكيمياء في حياتنا اليومية في المجالات الصناعية وزراعية وغيرهم من المجالات أنا أشكر حضرك على السؤال أولا وعلى طبعا حصن الضيافة ورمضان كريم رمضان كريم طبعا احنا عندنا العلوم اللي بتخدم الحياة علوم البيولوجي اللي هو اسمه علم الحياة من ضمن علوم البيولوجي اللي هي علم الحياة حاجة اسمها الكيمياء الكيمياء اللي هي عبارة عن العلم اللي بيتناول دراسة التفاعلات أو الطائرات التي تحدث داخل كل شيء موجود في الحياة سواء كائن حي أو غير حي معظمها نراه فقط في أو بالحواس الخامسة الحواس الخامسة دي هي عبارة عن نواتج أو يعني ما نراه من تغيرات هو نواتج لتغيرات كيميائية يعني إيه؟ يعني مثلا لو إحنا فرضا على سبيل المثال لقينا لون أحمر مثلا لون الأحمر ده فيزياء حاجة بنشوفها بالعين لكن معرفناش اللون الأحمر ده جزئي اللون الأحمر جه من تفاعل مواد ملهاش لون مع بعض كانوا مفصولين عن بعض لما ضفناهم على بعض إدى لون جديد إدى لون أحمر بسبب تفاعل كيميائي يعني إيه كيميا؟ يعني تفاعلات يعني تغيرات تحدث داخل جسم الكائن الحي أو النبات أو كل شتى مناحي الحياة هذه التغيرات هي المسؤولة عن الإبقاء على النوع هي المسؤولة عن انتهاء النوع وهكذا الكيميا دي لها تطبيقات كثيرة في حياتنا في عندنا كيميا اللي هي بتدرس العناصر اسمها الكيميا التحليلية او الكيميا غير العضوية الكيميا غير Souls العناصر زي السوديوم بوتاسيوم كالسيوم ماغنيسيوم وهكذا ودي تطبيقاتها كتير والحديد والنحاس والزهب وهكذا في حاجة اسمها كيميا العضوية كلمة عضوية دي يعني جاية من العضو عضو يعني كائن حي الكيميا العضوية تعتمد في دراستها على الكربون عنصر الكربون يعني كل ما هو كائن حي يحتوي على عنصر الكربون ومجتملاته وتركيب اللي حواليه وهكذا لو احنا درسنا المركبات التي تحتوي على عنصر الكربون يبقى احنا بندرس حاجة اسمها كيميا العضوية تمام وبنقل عليه لو حبيك تشوفي مثلا لما بيسفروا الفضى لما بيطلعوا فوق فيقولوا مثلا احنا عايزين نستدل على وجود حياة هنا بيستدلوا بايه يقولوا مثلا والله ده كان فيه هنا اثار للحياة من الاف السنين بيستدلوا على ده بوجود الكربون لان عنصر الكربون لا يأتي الا من كائن حي فلو شفناه في اي مكان نتوقع ان هناك كائن حي او كان هنا فيه كائن حي طب لو درسنا بقى الكيميا التحليلية اللي هي الغير عضوية والكيميا العضوية لو ضفنا الاثنين دول على بعض العلوم الاثنين دول ودرسناهم وتطبيقتهم داخل الكائن الحي هنا نقول على الكيميا الحيوية ايوه فبالتالي الكيميا الحيوية هي دراسة كل انواع الكيمياء داخل الكائن الحي بمعنى ايه انا بدرس مثلا الكيميا العضوية اللي هي السوديوم العناصر دي ما فيه في بناء ادم سوديوم وبوتاسيوم وكالسيوم وماغنيسيوم ما هو العظم يتكون من ايه الدم يتكون من ايه وجسم الانسان في نسبة كبيرة من الماء ومن الاكسوجين العناصر اللي موجودة في الطبيعة المية وخمسة عنصر اللي هم موجودين في الارض دول موجودين في جسم الكائن الحي وعلى فكرة جسم الكائن الحي في مركبات وعناصر كينيائية مثلا بتكون موجودة في جسم الانسان وايضا في النبات محتاجة لنمو والنبات فإحنا نتناول كل ده داخل ما يعرف بحاجة اسمها علم اسمه الكيمياء الحيوي من نبقى بتطلع التخصصات إحنا بندرس علوم الخلية إحنا بندرس الأنسجة بندرس وظائف الأعضاء بندرس التغيرات اللي بتحصل في وظائف الأعضاء كل ما يحدث في جسم الكائن الحي كيمية كل التغيرات اللي بتحصل في جسم الكائن الحي كيمية وظائف الكبد هي عمليات كيميائية يقوم بها الكبد لما احنا بقول كلمة إيه? وظائف كبد يعني يه وظائف كبد? عمليات كيميائية مجموعة من التفاعلات يقوم بها الكبد. طب ازا فشلت يبقى فيه خلل في وظائف الكبد لما نيجي نقول مثلاً وظائف الكلا. وظائف الكلا عبارة عن إيه? عمليات أو تفاعلات كيميائية تقوم بها الخلية الكبدي. وهي كذا التنفس عملية كيميائية. إضافة الأكسجين أو طرح أخذ الأكسجين من الهوا وإضافته للأنسجة التنفس ده دي اسمها عملية تنفس وبعدين اخذ سنة في سود الكربون واخراجه برا الجسم في الزفير عملية كيميائية ايضا هكيد طبعا ان الكيمياء بتكون مرتبطة بالكثير من العلوم الطبيعية مثلا عم الارض الجيولوجيا وايضا مرتبطة بالفيزياء وبعلم الاحياء عايزة اسأل حضرتك وحضرتك اخترت مجال الكيمياء الحيوية حضرتك طبعا مرتبط ارتباط وثيق بحياة الكائنات الحياة نوضح بداية دور الخلية في بدء الحياة ومدلولات الاعجاز العلمي في القرآن الكريم خاصة كيمياء الحياة وطبعا لحضرتك احدث اصدار وهو الكيمياء في القرآن الكريم هنتكلم عنه باستفادة فيما بعد اتفضل يا دكتور هنبدأ بالخلية الاول الخلية الاول عشان نبسط يعني ايه خلية احنا لو شفنا اي جدار الجدار بتكون من وحدات متكررة اللي قبرة عن ايه قالب الطوب قالب الطوب ده عبارة عن وحدة بناء الجدار ونحن ليه قلنا عليه وحدة لان الوحدة دي متكررة عدة مرات متشابهة فعشان كده قلنا وحدة بناء الجدار هي ايه قالب الطوب مظبوط وحدة بناء النسيج الحي ايضا هي الخلية لان الخلية متكررة عدة مرة عشان كده قلنا دي وحدة البناء الخلية بتمسك في بعضها عدة خلية ببعض سي قالب الطوب ما بيمسك في بعضه بالاسمنت فيه برضه اسمنت حيوي يعني الخلية مش جانبه بعض كده بس لا ده فيه مادة اسمنتية مسكة الخلية ببعض لما تمسك الخلية ببعض تعمل النسيج زي نسيج الجلد ده اسمه نسيج النسيج ده متكون من عدة خلية متجاورة مسكة ببعض وبعد كده الانسجة بتكون ما يارب الهضو زي الكبد زي الكلاة زي البنكرياس زي الطحال زي العقل المخ قصدي وهكذا مجموعة من الاعضاء تكون جهاز زي الجهاز الدوري جهاز الدوري عبارة عن القلب او غير ده موين الجهاز الهضمي عبارة عن الكبد بنكرياس الامعاء المعدة وهكذا كل الاعضاء دي لما تكون بتكون جهاز مجموعة الاجهزة تكون كاي الحاجة ننزل تحت خالص بقا ايه هي واحدة البناء في هذا الكائن الحي هي الخلية احنا اتفقنا ان واحدة البناء هي الايه الخلية الخلية دي حاجة زي الكورة كده شبه الكورة كده وانا اعتقد يعني احنا ممكن نكون عندنا فيديو لكده او صورة لكده الخلية عبارة عن حاجة زي الكورة فيها مجموعة من المكونات هي مصنع دقيق جدا وصغير جدا احنا دوب بنشوفه زي النقطة بتاعت الالم تحت الميكروسكوب طب لو كبرناه بميكروسكوب اكبر قوة بتاعته اكبر كانك دخل مصنع متخصص كل جزء فيه له وظيفة المصنع ده عبارة عن صور كبير حواليه اللي هو اسمه جدار الخلية بيحكمه عشان مش كل حاجة تدخل الخلية وتخرج من غير سيطر زي بالزبط المصنع زي جدار المصنع جدار مبنى كبير وعدين جوه وحدات كل واحدة لها تخصص وفي النهاية خلص النص بتاع الوحدة دي الوحدة الخلية دي اسمه النواة النواة دي مركز الخلية زي بالزبط القرية تلاقي القرية دي يعني فيه حواليها زمان زي الصور بتاع الطبية بتاع زمان كده وتلاقي عمدة القرية ده في قلب الايه؟ المركز تلاقي دوار البلد ده عمره ما يبقى في اطراف القرية ده البلد تخرب من الناحية التانية فدائما دوار العمدة ده لازم بقى فيهن في نص القرية الخلية هي العمدة بتاع النواة هي عمدة الخلية طب بتسيطر على الخلية ووظيفها ازاي؟ بحاجة اسمها الدين ايه؟ اللي هو ما يعرف بالحمد النووي كلمة نواة جاية من النواة الحمد النووي ده عبارة عن شريط عامل زي شريط الخيط طوله لو فردناه كده وإثناه بالشريط يطلع تلاتة متر لكنه بقوة ربنا سبحانه وتعالى وبقوانيه مضغوط جدا 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 لحد ما يكون شيء يدوب نشوفه بالميكروسكوب نكبره بالميكروسكوب الاكتروني اللي بيكبر الاف المرات عشان نعرف ايه هو حضيك متصورة؟ ايوه الطول اللي هو التلاتة متر ده عليه تلتمية الف صفة ورصية مش تلات تلاف لأ تلتمية الف صفة ورصية يعني ايه صفة ورصية؟ اللي هي صفة الورصية هي الطول زي لون العلين زي لون الجلد زي السمنة زي النحافة دي اسمها صفات الورصية والوظيف اللي بتتم داخل جسم الانسان محطوطة على الشريط انت حضيك متخيلة دي ايه عبارة عن الشريط اللي عليه كل حياة البناء ادم كل وظيفه اللي بتحصل حتى عليه الجينات اللي خاصة بالموت يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم الله هو الموت بيخلق قبل الحياة ده كلام لما نيجحنا كده علميا ما يدخلش تبغر المفروض الحياة الاول صح وبعدها الموت لكن الشفرة اللي موجودة على الدين ايه موجود شفرة الموت وشفرة الحياة وشفرة الموت لقيم ربنا سبحانه وتعالى قال كل من عليها فان اراد ان يخلق شفرة الموت اللي على دين ايه قبل شفرة الحياة هنا الدين ايه ده مسؤول عن التكاثر ان الخليا بتاعتنا دي بتنقصف مش احنا بنتولد اساسا من خليا واحدة مش البناء ادم بتكون من خليا واحدة اللي هي ايه جاية نصها من الحيوان المنوي الذكري والنص الاخر من البوايضة الانثوية وبعد كده يحصل ما يعرض بالاخصاب او التلقيح التلقيح يديني خليا واحدة كاملة الخليا دي بتوقت تتنقسم تب اتنين اربعة معاننا السور على الشاشة بالنزل ده دي ايه اللي بيعرض على الشاشة دلوقتي ده ده عبارة عن الدين ايه اللي احنا بنتكلم عليه ليشو حضرتك لو شفت الدين ايه هنا هنلاقيه ورق على الشمال زي السلم ده عبارة عن الدين ايه اللي هو لو فردناه هيطلع طوله ثلاثة متر وعلى اليمين التوضيح بقى للسلم ده السلم ده شكله عامل ازاي عبارة عن مجموعة من الوحدات فردتين مرتبطين مسكين ببعض اللي هم الوحدات اللي احنا بنقولها دي طيب اللي احنا شفنا التلتمية الف صفة ورصية دول دول تلتمية الف صفة ورصية تلتمية الف كود في تلاتة بتسعونية الف جين حاجة كده ضخمة اوي على الشروط الصغيرة من اللي بنشوفهش بالميكروسكوب ده اصغر من الميكروسكوب هنشوف اعجاز ربنا سبحانه وتعالى هنا فين بقى احنا ايه علاقة ده بالاعجاز العلمي للقرآن الكريم احنا بما اننا اتكلمنا عن دي ايه فهو سر الحياة وسر الخلق في الفيروسات التي الفيروس لا يرى بالميكروسكوب والزرة على فكرة مذكورة في القرآن الكريم طبعا الزرة والمجرة لها يعني ايه حديث اخر لكن لو بتكلم عن دي ايه دي ايه هو الشفرة التي يخلق منها اصغر مخلوقات الله اللي هو الفيروس اصغر مخلوقات الله سبحانه وتعالى مش الزرة زرة لا يوجد فيها حياة انا بحكي على الكائنات الحية ايه الكائنات الحيوية مظبوط مظبوط فالكائنات الحية اصغرها على الاطلاق ما يعرف بالفيروس زي فيروس سي وفيروس بي دي فيروسات دي اكبر شوية البكتيريا اكبر شوية التحالب الفطريات النباتات بشكل انواعها الحيوانات ثم الانسان اللي هو على رأس القمة البيولوجية هو الانسان تمام لما نشوف الدين ايه اللي بيتكون منه الفيروس والبكتيريا النبات والطيور والحيوانات البحرية اسماك والديناصور اللي انقرض من الاف السنين والانسان كلهم مخلوقين بنظرية واحدة سبحان الله هي دي الفكرة بقى احنا ايه اللي خلنانا برضو فهمنا ان يا مخلوقين بنظرية واحدة ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن الكريم وَلَوْ كَانَ فِيهِمَ آلَهَةٌ إِلَّا اللَّهَ لَفَسَدَتْهَ يعني ربنا بيتحدى كل خلقه بيقول لهم ان ايه ربنا وحيد مش ربنا قال في القرآن الكريم كل والله ايه احد ماشي احنا عايزين ننظر للقرآن كناس مفكرين ما احناش متدينين فهل القرآن كفيل بالعلم وليس بالدين انه يلفت نظرنا ان الخالق واحد ما فكرة الاعجاز العلمي جاهن عشان كده اللي هو انا بقرة كتاب بدل ما اتعامل معاه بمنظور ديني احنا كناس متدينين لا انا عايز اتعامل معاه بمنظور علمي كواحد غير معطرف بكل الاديان مثلا فهتعامل معاه كحد علمي مادة علمية هل المادة العلمية دي يعني فيها اسرار تخليني كانسان مهما بلغ علمي اقول ده اللي خلق المخلوقات دي كلها واحد هو ده السؤال الفيروسات لما نجي نحلل الدي ان ايه هنلاقيه متكون من خمس عناصر فقط اللي من اول الفيروسات للحيوان للنبات للديناسور للانسان كل دول لما حضك تمسيك اي دي انيو تفريدي وتقول انا عايز احلل العناصر اللي احنا قلناها في المقدمة هنلاقي في خمس عناصر كربون اكسوجين هيدروجين ميتروجين وفي صفور فقط ايوه طبعا هنرجع نكمل والاعجاز العلمي وجود طبعا كل شيء في القرآن الكريم العلماء دلوقتي بعد حوالي اكتر من يعني 1400 سنة ونقدر نقول بيجروا الابحاث ومازالوا يجرون الابحاث وقدرة الله سبحانه وتعالى فوق الجميع فاصل ونعود ان شاء الله الكيمياء الحيوية احد فروع العلوم الطبيعية والتي تختص بدراسة كل ما هو متعلق بحياة الكائنات الحية ايوه نطفة في قرآن الكير ثم خرقنا النطفة الزالقة فخرقنا الزالقة مطغة فخرقنا المطغة فخلقنا المطغة عهوما فكسرونا العثام نحن ثم أنشأنا الخلق الآخر الله سبحانه وتعالى فتباك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بقت ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تغاسون يا الله المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة الكيمياء الحيوية فيروس سي وأمل الرجوع إلى الحياة الجديد في علم الأورام عذابات العلاجات كيمياء الحياة ثورة العلم ملفات ساخنة موضوعات مثيرة نناقشها معكم وأحدث أعضاء مجلس علماء مصر الأستاذ الدكتور نبيل محي عبد الحميد أستاذ الكيمياء الحيوية وعلماء من بلدي الآن مشاهدين العزاء مازلنا مع حضراتكم وهواء علماء من بلدي بنتواصل مع الأستاذ الدكتور نبيل محي عبد الحميد أستاذ الكيمياء الحيوية وكنات نتكلم عن الحمد النووي دي ايه يا دكتور عايزين نتكلم أيضا عن أسباب بتقاصل الخلية ونتكلم طبعا عن أهمية الروح التي هي فقط من أمر ربي سبحانه وتعالى نعم ده سؤال كويس احنا برضو فيه يعني جدل علمي بيدور حول ايه تعريف الروح ايه مهية الروح هل الفيروسات كائنات حية ولا مواد حية الفرق ما بين الكائن الحي والمادة الحية حاجة مهمة قوي لازم ندركها الكائن الحي هو كائن عنده قدرة على التكاثر يعني أنا لما أقول البكتيريا بكتيريا خلية صغيرة كده عندها قدرة على التكاثر من واحدة تبقى اتنين اربعة مية الف مليون اذا فهي كائن حي الفيروس لا يستطيع التكاثر لان دي معلومات حتى لنا زميل يعني أسدزة يعني متصور ان الفيروس حي ويستطيع التكاثر دي مش حقيقة خالص الفيروس عبارة عن مادة حية تدخل جسم الكائن الحي زي مثلا خليط الكبد على سبيل المثال وبعدين الآلية اللي داخل خليط الكبد تصورها تنسخ أما هو مش بيتكاثر دي مسألة خطيرة ومهمة جدا لكن احنا لما بنجي نقول على الكائن الحي كائن حي الفايصل عندنا قدرته على التكاثر عشان أقول ان ده كائن حي يبقى لازم يكون عنده قدرة على التكاثر طب لو ما عندهش قدرة على التكاثر ما يبقى لازم كائن حي ندي أمثلة بقى مثلا الحيوان المنوي اللي هو مني الرجل هل احنا ممكن نعمل له اكثر يعني هل انا ممكن اخذ الحيوان المنوي وادينه مواد غذائية زي ما بنعمل مع البكتيريا اوفر له الوسط الغذائي واسيبه يتكاثر الجواب لا ده مش بيحصل احنا ما نجارش نعمل كده هل البويضة الانثوية هل ممكن اخد برضو البويضة حطها في طبق زي البكتيريا وديها مواد غذائية ووفر لها درجات الحرارة والحمودة اللي هي عوامل النجاح عشان تتكسر تبه اتنين وتبه اربعة وهكذا احنا البكتيريا بنسيبها لما نعمل مزرعة في المعمل مش احنا ما نروح للدكتور بتاع المعمل نعمل المزرعة اه ثلاثة ايام واحد مش كده المزرعة دي باخد البكتيريا وحطها في طبق وديها المواد الغذائية تاني يوم اربعة ورشين ساعة بالزبط اذا لقياها الاف الالاف تكاثرت بقت الاف لان البكتيريا اللي هالصغيرة قوي دي ربنا حطت فيها شفرة الحياة اللي هي التكاثر لكن محطش في الحيوان المنوي شفرة الحياة عشان كده بتكسر حد فينا عمره يعمل يمكنش حد غلب كان اللي ما بيخلفش يقولك تب خليلي شوية حيوان المنوي عندك وامل لي لها اكسار ومش مشكلة بقى نخلف بعد عشر سنين ولا بتاعنا بنطلع منه ونشتغل مثلا يعني مستبعش بيحصل كذلك البوايدة السؤال هنا بقى لما بيحصل اخصاب يعني لما الحيوان المنوي يخص بالبوايدة كويس بيبقى عندي حاجة اسمها بوايدة مخصبة البوايدة المخصبة فيها النص اللي جاي من الذكر مش كده والنص اللي جاي من مين من الانس البوايدة المخصبة دي تبدأ تتكاثر الله اذا علامة التكاثر مكادش او قرار التكاثر او الجينات اللي موجودة عدية ان ايه اللي في الذكر لوحدها لم تكفي لخلق الحياة اللي هو الايه لرسالة التكاثر واللي موجودة على البوايدة لا يوجد فيها وإلا كانت تتكاثر هي مش محتاجة من الزكر في حاجة ده كرمصومات منفصلة عن قصات بعضه كده اللي جاي من الزكر ولي جاي من الانس لكن ده الواحده غير قادر على التكاثر وده الواحده غير قادر على التكاثر صح؟ صح طيب لما بتخصب بيديني حاجة اسماها البوايدة المخصبة البوايدة المخصبة دي تبدأ تتكاثر تلاقي البوايدة تبه 8 البوايدة المخصبة الخلية دي تبه 2 واللي 2 يبه 4 واللي 4 يبه 8 محد dzieci قبل Todd الجنين البناء أدم و الحيوانة او اي الجنين بشكل عام السؤال هنا بقى هل الروح التي بثت فيها او القدر على التكاثر بين قسين كانت موجودة على واحد فيهم الجواب لا ما هو الوجود موجودة على واحد فيهم هي تكاثر من تلقاء نفسه نظبوط لكن لما خصبت قلبه ارسلت اليها رسالة التكاثر كانها رسالة اس ام اس مش ربنا بيقول فاذا سويته ونفخت فيه من روحي نفخت فيه من روحي وليه لما ربنا ما كان سابها فاذا سويته وابقى بشر زي ما ربنا بيقول فقعوا له ساجدين لكن قال ونفخت فيه يعني حط النفخ الروح شرط لانه يبقى بشر سوي فقعوا له ساجدين مش كده ولا ايه هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه احنا في الخلق احنا ما استطيع التعامل زي ما بتشوفوا حضرتك كده مثلا التلقيح الصناعي مش بنسمع عن حاجة اسمه التلقيح الصناعي ان الدكتور بتاع النسا ياخد الحيوانات المنوية من الزكر ويحقنها في البويضة في توقيت ما ويحصل تكاثر او حاجة اسمه طفل الانبيب ناخد اللي اتنين البويضة والحيوان المنوية ونزرعهم برا ونرجعهم راحل الام مش كده دي كلها عمليات ايه مادية علمية تخضع لقوانين الطبيعة وقوانين العلم انا دارس وعارف تركيب الدا ايه وعارف محتاج ايه عشان يعيش محتاج ايه عشان يتكاثر بس المؤسف ان القرار النهائي قرار ربنا ربنا قال ويجعلوا من يشاءوا ايه عخيم ده مش مؤسف ده حاجة بترجع لربنا سبحانه وتعالى اه يعني اصدق اللي ما بيخلفش ده بيبقى يوني نفسه ربنا يكرمه بطفل مسلا اه احنا بقى دنبقى متخيلين احنا عمالين نستطيع احنا عمالين ايه خلاص عرفنا كل حاجة في الكائن الحي درسنا ادق شيء في الخلي درسنا الدين ايه بتاع الذكر وبتاع الانسة خلاص عرفنا كل التفاصيل المفترض نستغنى بقى احنا كعلماء فرضا ان احنا علماء ما عندناش دين بقى علمانيين وسايبين الدين وكذا لا نؤمن بالحياة زي احنا انا نقشت ناس في الغرب يقولك انا اؤمن بالطبيعة انا لا اؤمن بالاديان وش معترف بالاديان اوكي لكن تعالي حطي قدامه هذا الاعجاز ويه طيب بجمال انك بتؤمن بالطبيعة ما تقول لي لماذا نفشل بما اننا اتبعنا جميع الخطوات احنا ليه بنفشل في اننا نحط امر التكاثر النهائي الدليل على ذلك اللي بتروح لدكتور عشان يعمل لها عملية من دول بيمضيها على اقرار يقول لها نسبة النجاح 7% نسبة النجاح 5% تروح تدفع الفلوس وتمضي على اقرار انه هي الدكتور غير مسؤول على النتيجة انت حدك متصور الململ لما انت غير مسؤول على النتيجة الململ بيعمل فهماني يعني ايه ده اقرار ربنا سبحانه وتعالى لما قال للرسول السلام يسألونك عن الروح قلوا الروح من امر ربي وما قالش وما اتيتم من الوحي الا قليلا وما اتيتم من الدين قالوا وما اتيتم من العلم وبرد العلم لا يعني لا اعتقد ان العلم مقصود اللي هو الخبر احنا خلاص ربنا ايه قال سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم يعني مش بس هنتفرج عليها في الكون لا وفي انفسنا اللي هو الاصلات اللي بنتكلم عنها ديا حتى يتبين لهم انه الحق او لم يكفي بربك انه على كل شيء شهيد يعني ربنا سبحانه وتعالى شوف حطت قاعدة لنا للخلق انه ايه ربنا كل شوية هيبعت لنا رسالة علمية عشان احنا ما ندنناش متخيلين ان الحياة تحكم بقوانين الطبيعة ان ما فيش وراها واضع للنظرية ما فيش وراها حد هو اللي بيحرك النظرية احضر لكم تصور يعني لما ربنا بيقول ويجعل امام يشاءه عقيمة يعني مشيئة ربنا سبحانه وتعالى هي الفايسر الروح ليست كيميا لان ده كلام مهم جدا وخطير انا عرفت الدي ايه كله بالمناسبة مصر هنا موجود فيها كذا جهاز بيحلل الدي ايه خالص يعني طلع لك الدي ايه كذا نعرف ان ده بتعمين وده بتعمين فكرة النسب والبنوة الحاجات بتعطيب بالشارع عاديا ان مثلا حد يجيه قلده ده ابن فلان مثلا يعني طب انا عرف منين ان هو ابن فلان او لا بتحليل الدي ايه باخد اعينة من الاب وعينة من الام وعينة من الجنين اللي عليه الكلام ده وحللهم الاتنين بتجيلي صورة واضحة جدا زي الشمس تخلينا اقول بما لا يدع مجل الشكل ده ابنه ومش ابنه سبحان الله هنتكلم دكتور طبعا دكتور نبيل محي الدين دكتور نبيل محي عبد الحميد استاذ كيمياء الحيوية وبحث الاورام ايضا حضرتك مؤلفات كثيرة جدا بجانب الكيمياء في القرآن الكريم حضرتك عندك تحدي الامراض بالطوم كيف تقوم مناعتك بالاعشاب كنوز الطب الشعب البديل من خلال تلك المؤلفات هل حضرتك متنادي الى الطبيعة في زل تطور العلم الحديث يعني هل حضرتك نربط الكلام والطبيعة انت عارفة حضرتك يعني ايه هذا السؤال يعني زي ما بيقولوا بيصير شجون اه يعني اذا الناس ترك لها اللجوء الى الطبيعة انا عملت تقريبا 30 حلقة في برنامج كان يسمو من الطبيعة لو ترك للناس القرار في ان هم يرجعوا للطبيعة الشيء المخجل والمؤسف والمحزن ان بيطرك هذا لمن ليس لديه خبرة بالنباتة الطبية والطب البديل يعني بيطرك للمشعوزين واسحاب الدجل وكذا وعدين تقريبا حضرتك تسمعي في الفضائيات ما شاء الله واحد يجي يقول انا بيعالج فورسي بالاعشاب واحد يجي يقول انا بيعالج السكر علاج نهائي بالاعشاب يعني احدث ما سمعت وابد تأمل عنه اعلاناتي يمكن حضرتك بتشوفها في واصل رمضان دلوقتي ان يقول لك ايه ان احنا عندنا اكتشفنا شيء بيعالج السكر ده اللي يقول انا عليكت السكر النوع الاول ده ياخد جهازة نوبل وهو مغمض يعني الناس بتتكلم عن الاستخدام الطبيعة في العلاج بصراحة يعني بمنتهى الاستخفاف بالعقول انا شخصيا انا ادعو الى استخدام الطبيعة انا عندي ابحاس معظم ابحاسي فيها استخدام للنباتات الطبية بس بشكل علمي مقنن مش بشكل الدجل والشعوزة اللي يبعد الطبيب عن الدايرة لان احنا زي ما بنشوف الفضايات لو حضرك تتابعي هتلاقي كل الناس يقول لك ايه اللي عنده فيروس سي وخايف منه ما يقلقش انا هكتب لك وصفة تاخدها وروح اعمل حل للوقتي حدقك يعني الكلام ده يعني ده العالم صرف مليارات عشان يعالج فيروس سي اللي يقول مثلا انا هتديك وصفة تعالج الاورام مثلا احنا بنسمع الكلام ده على الفضايات كتير اللي يقول مثلا سبيل المثال حتى اقحام الدين في الطب دائما ما بيخدمش لا الدين ولا الطب يعني مثلا ايه ان واحد يمسك الاية اللي ربنا بيقول فيها مثلا يعني على العسل مثلا واجعلنا يعني فيه شفاء للناس مثلا ففيه شفاء للناس دي يقولك ده ربنا اللي قال كده ده انت لو خردت العسل ده ربنا قال كده ربنا ما قالش ان هو فيها الشفاء لكل الامراض هو فيه شفاء لايه يعني كلمة شفاء دي النكرة مش موجود قدامها الف ولام يعني شفاء للحروق تمشي مثلا يعني شفاء ملص البط تمشي شفاء للهبوط والضغط تمشي لكن ما تقوليش لو خطر مثلا انا بسمع ناس تقولك ايه العسل الفلاني بيعالج السكر ده كلام يعقل العسل بيعالج نسبة السكر في الدم مثلا يعني بالعقل يعني بالعقل فانا مع الطبيعة وربنا سبحانه وتعالى خلق لنا الطبيعة فيها كل شيء بالمناسبة اشهر دواء لعلاج الاورام عرفته الطبيعة اسمه الفين كريستين ايه طبعا حضرتك كان ليك مجال دراسة وقمت بنشر اكتر من ستة واربعين بحث بمجالات علمية ومجالات عالمية اتنين ومسين بحث حضرتك وتوصلت طبعا لنتائج بالنسبة لعلاج الكبد وبالنسبة لعلاج الاورام ايضا انا اخر كتاب لنا يمكن انت حضرك ما جبتيش سيرته احنا عملنا كتاب في امريكا منشور في امريكا فيه 48 عالم منهم 24 واحد امريكاني ويعني العبد الفقير انا العربي الوحيد في الجروب ده يعني 48 واحد عن استخدام النباتات الطبية في الوقاية من اثار الاشعاع احنا فيه كارثة احنا بنتفرج عليها طول نهار في الفضائيات ان انا اقول ان نباتات الطبية تعالج الاورام دي قصة وان انا اقول ان انا استطيع استخدام النباتات الطبية لتساعد في علاج الاورام فجوة كبيرة جدا اقولها تاني عشان الناس تسمعني احنا فيه ناس بنسمعهم يقولوا ان احنا بنستخدم النباتات الطبية لعلاج الاورام ده كلام بنضحك بها عن الناس اللي يقول كده يبقى بيضحك عن الناس ولكن ابحثنا وابحث غيرنا اللي هي موثقة علميا انا بستخدم مستخلصات لنباتات طبية وده منشور في مجلات علمية تزود حساسية الخلية السرطانية للعلاج الكيمياء لكن مقدرش اقول انا استخدم المستخلص ده عشان يموت الخلية السرطانية انت حضيك فرق يعني ايه انا ممكن تطبيقات علمي ده او ابحثي دي او ابحث غيري تبقى الايه الناس اللي بتاخد علاج للأورام لو خدت معها النباتات الطبية اللي انا وغيري نشرنا عنها بفايدتها دي تعمل القاتم تقلل الجرعة بتاعت العلاج الكيمياء اه كويس مديفة ايه ده تقلل الاضرار الجانبية بتاعت العلاج الكيمياء ده الناس بتوقف بسبب الاضرار الجانبية مش كده تزود استجابة الخلية السرطانية احنا اساسا في العلاج الكيمياء واني ايه بنصطادل الاخلية السرطانية يعني لما بندي واحد علاج كيميائي بيدخل يمشي في الدم الحد ما يوصل الاخلية السرطانية اشان يقتل اهو دي فكرة السرطان فكرة علاج السرطان كده لكن مش كل الخلايا لما يوصلها العلاج الكيمياء و بتموت بتاستجيب وتموت لا طبعا ما كانش حد غلب اه ما كانش widz تابعا العلاج الكيميائي والصرطان زي وزي الصداع لما ناخد حوقنا الخف لا فيه ناس طبعا بيتوقف العلاج في ناس لا تستجيب للعلاج بنغير لها العلاج مرة واثنين بروتكول واثنين وما يستجيبش مثلا وهكذا يعني النبات الطبية هنا الدور الاساسي عشان نكون عندنا امانة لنقل هذا الموضوع الدور الاساسي هنا هو استخدام النبات الطبية في رفع كفاءة العلاج الكيميائي في تقليل الاثار الجانبية للعلاج الكيميائي في تقليل المدة انا هدي العيان ست شهور لا ممكن لو اعتمدنا والوزارة اعتمدت النبات الطبية دي وجربناها في مجموعة دي طبعا حاصد ومنشور لا بدل ما ادي له ست شهور ممكن ادي له تلات شهور هوفر كيمويات هوفر اثار جانبية هوفر اضرار للمريض هوفر فلوس لان انا بستخدم العلاج كيميائي جدا كمان فهنا استخدام من النباتات الطبية اللي هو لا يمكن طبعا هي النباتات الطبية بشكل عام ممكن نستخدمها فاربعين في المئة فقط ايو هنرجع ونكمل مع حضرتك والاستخدام طبعا نباتات الطبية في الهلاج لكن طبعا لو سمحت ممكن فاصل زميلة عبير الحلبي طبعا مخرجة البرنامج معنا على الهواء فاصل ونعود مرة اخرى ان شاء الله مع هواء ولا ماء من بلدي والاستاذ الدكتور نبيل محي عبد الحميد واستاذ الكيمياء الحيوية وبحوث الاورام وحديث واسع عن الكيمياء والكائنات الحية فاصل ونعود فاخر فترة الحمل ابدا اسألي على وسائل تنظيم الاسرة بعد الولادة وحاولي تكون الولادة التانية ليكي بعد ثلاث سنين على الاقل بعد الولادة وقبل ما تسيبي المستشفى على طول الدكتور هيوضح لك اهمية الرضاعة الطبيعية ووسائل تنظيم الاسرة اللي هتنسبك اثناء الرضاعة وهيساعدك على اتخاذ القرار بوسيلة من الوسائل اللي ممكن استخدامها مباشرة بعد الولادة لان الخصوب بترجع بعد اربع اسابيع بس من الولادة خلال زيارات ما بعد الولادة ما تنسيك على وسيلة تنظيم الاسرة المناسبة ليكي للحفاظ على صحتك انتي وطفلك لما تروح اول تطعيم لطفلك هتلاقي اللي يوضح لك كل وسيل تنظيم الاسرة اللي ممكن تستخدميها في الاسابيع الاولى بعد الولادة وكمان هيساعدوك على اتخاذ القرار عشان ما يحصلش حمل انتي مش مستعدة لي ربع مليون عربي يموتون سنويا بسبب السرطان كيف نكبح جماح هذا المرض اهمية نشر الوعي الثقافي امكانية التعايش مع المرض وقال الله وإياكم شر هذا المرض مشاهدين العزاء عودنا مرة تانية مع الاستاذ الدكتور نبيل محي عبد الحميد استاذ الكيمياء الحيوية وهي الكيمياء المرتبطة بالكائنات الحية دكتور كنا بنتكلم قبل الفاصل عن الاورام وقد ايه لازم يكون فيه وعي صحي ووعي ثقافي ووعي بيئي لدى المواطن المصري لتجنب هذا المرض والوقاية منه ان شاء الله قبل الاصابة والعلامة اه صحيح انا اشكر حضرك على السؤال لان يعني الفاصل اللي خاص بالاورام الحقيقة يعني لفت نظري وده شيء كويس يعني هو بأمانة الاعلام بدأ يسهم بشكل فعال في امراض المجتمع المصري لان انا يمكن في معظم الحلقات والمقالات اللي كتبتها كنت دايما اقول ان اين دور الاعلام لان الحوار ده مش يعني معظم المرض ما هوش جاي مشكلة يحلها الطبيب لوحده يعني من عايز قبل ما يجي للطبيب المجتمع يكون حل الازمة دي يعني دي مسألة الحقيقة يعني كلمة حق تقال الاعلانات اللي سواء كانت الدولة بقى هي اللي بتدفع تمانها او القنوات هي اللي بتدفع او جهات بتدفعها عشان تخلينا نعرف مشكلة السرطان ومشاكله والمستشفات اللي بتتعامل وازاي نساعد الناس وازاي نساعد المرضى ده الحقيقة شيء لازم على الهوى اشكر الناس عليه بامانة يعني لان ده شيء مشرف لكن احنا زي نقال للاورام ده سؤال الحقيقة مهم جدا احنا الاورام مسألة يعني هي مسألة معقدة بمعنى احنا لا نتصور ان الخلية بتروح صحية من النوم كده تلاقي نفسها عملة تتكسر بجنون فيحصل اللي احنا بنسمع عنه اللي هو السرطان ده توصيف للحالة لكنه قبل ما ده يحصل الخلية ببساطة بمعنى اتكلمنا عن الخلية واتكلمنا على الـDN ايه الـDN ايه الشريط اللي موجود داخل الخلية ده عليه مجموعتين من المجموعات اللي بتحكم حياة الخلية مجموعة مسؤولة عن تكاثر الخلية ان الخلية تبات 2 و4 داخل جسمين الخلية اللي بتموت واحد بيحلق دانه بتموت خلية ويطلع مكانها ايه مش كده ومجموعة تانية تموت الخلية الخلية لها عمر ينتهي عليها جين بيموتها اسمه جين الشيخوخ التوازن ما بين الاتنين اللي هو الجين بتاع الحياة وجين الموت هو النمو الطبيعي للخلية طيب لو الجينات اللي بتموت الخلية ضعفت تقوم اللي بتنمي الخلية تكبر نشاطها يزيد لما نشاطها يزيد الخلية تتجنن بدل ما بتتكسر بمعدل خلية كل شهر لا بتتكسر بمعدل خلية كل يومين ثلاثة مثلا يعني فنلاقي العضو حجمه بيكبر اللي هو اللي يعرف بالورم طب مين اللي بيخلل المعدلة اللي جوه دي مجموعة اسباب يعني عشان يحصل تسارتن لازم يسبق التسارتن اللي هو قرار الخلية في التكسر اخطاء احنا لنا دور كبير فيها هو ده كلام مهم ندي امثلة بسرعة كبير مثلا لوح المريض عنده فيروس سي او فيروس بي وما تعليكش ده من اكبر اسباب تسارتن الكبد يعني سرطنات الكبد اللي بنسمع عنها وزراعة الكبد وموت الناس بسبب سرطان الكبد بسبب ايه ان مريض ده اكتر الاسباب اللي تخصه سرطان الكبد تحديدا اللي هو يعني مجال بحوسي كلها ان مريض جاله فيروس سي وسيمة الدجل اللي بيسمع في بعض الفضائيات كده ما تروحش للدكتور لحسان دلو اعراض جانبية خدد مش عارف ايه ده انه ياخد كده لمدة سنين والكبد عمال يتلايف 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 لحد ما يروح متسارته مثلا فبالتالي انا عايز امنع المفروض احنا لنا دور كلنا مش الطبيب الطبيب مش قاعد يقدم حضرات للعيان الطبيب بيعالج مشكلة ايه الوعي 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 ده شغلتنا كلنا الكمبين دي اللي هي الحملة بتاعت الوعي دي دي شغلة الاعلام ده رقمنا وهم حاجة يا دكتور طبعا في الوعي اسمحلي ان الانسان مثلا يعمل تحليل يطمئن على نفسه كل فترة من ستة شهور الى عام وبالتالي يكتشف اي مرض في الاول وبالتالي يعالجه بسرعة بيجينا نسع سبيل المسال تلاقي مثلا عندي معمل تحليل بيجيلي مريض سكر ما بيحللش الى كل ثلاث سنين مرة يعني انت بدان الوقتي فيه اجازة قويات السكر كل يوم بس ايه لا ينصح بيها لان فيه ناسبه كويس ان احضاك سألتيني ده لا ينصح بالجهاز الصغير ده الجهاز الصغير ده احنا اللي اساقنا استخدامه للأسف هو مش جاي للمريض هو جاي للطبيب عشان انا لو جريت معيه الشنطة وجريت لقيت عنده واحد غايبه وشكت في سكر شكت الصباح دي تخلينا اعرف ان عنده سكر يبقى ابدأ اتعامل معاك مريض سكر لكنه الناس للأسف بتسيء استخدامه بيتابعوا بالعلاج بيه هو فيه فلسس فيه اخضاء بتبقى كتير بالستين وبالاربعين وارقام لما يجي عيد التحليل في المعمل من لها فرق كبير فبدا انه معتمد على العلاج باستخدام الجهاز ده يقوم يقزي نفسه المدة طويل نبدأ نلاقي توابع السكر الشبكية تتأثر نزيف في العينين ده القزحية القرانية بتاعت العين بتتغير عدسة العين تتغير وهكذا هو مهمل كلمة الاهمال في العلاج دي اكبر اسباب الصرفات اكبر اسباب الصرفات ده رقم واحد رقم اتنين العادات الغذائية السيئة وما اكثرها على مدار اللي 24 ساعة احنا بناكل مواد ملونة بلا وعي بنحط اضافات على المواد الغذائية بلا وعي احنا المفترض ان الوزارة لما بتسمح لناس بتعمل هذا الكلام وتضيف الاضافات الغذائية دي الرقابة عليها مش زي ما احنا متخيلين فبيجيب مواد ارخص المواد دي للأسف مصرطين تؤدي الى السرطان الليب الفول السودان الفول القمح كل الحبوب دي اذا اسيئة تخزينها بينمو عليها فطر الفطر دي اسمه اسبراجلس بينتج مادة الجرعة منها اتنين ميلي جرام على الكيلو جرام بتعمل سرطان ايوة اسمح لنا يا دكتور طبعا هذا الفاصل وبنأمل ان الناس تستفيد واستفادت بالفعل من حوار حضرتك هذا الفاصل مع السيرة الزاتية ونعود مرة اخرى مع الدكتور نبيل محي عبد الحميد الاستاذ الدكتور نبيل محي عبد الحميد ابن محافظة الدقاهلية حصل على بكالوريوس العلوم الصيدلية كلية الصيدلة جامعة الزقازيق في مايو 85 والماجستير في الكيمياء الحيوية عن الليثيوم وتأثيره على بعض مكونات المخ في مايو 89 وحقق درجة الدكتوراه عن دراسة كيميائية بعض العوامل ذات السمية على كبد الفئران في اكتوبر 99 الاستاذ الدكتور نبيل محي عبد الحميد استاذ الكيمياء الحيوية عمل استاذا بجامعة الملك محمد بن سعود بالرياض وكبير صيادلة بالمستشفى الامريكي السعودي وعمل مدرسا للكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة جامعة المينيا واستاذا مساعدا الى ان ترقس قسم الصيدلة بها في 2011 تولى وكالة كلية الصيدلة جامعة المينيا لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة واسس وتولى عمادة كلية الصيدلة جامعة كفر الشيخ من اغسطس 2012 الى يونيو 2014 وهو الان استاذا للكيمياء الحيوية مديرا لوحدة ابحاث اورام الكبد العالم الاستاذ الدكتور نبيل محي عبد الحميد مدير وحدة ابحاث الكبد تبنى انشاء بنكا حيويا لجمع العينات الدموية والنسيجية من المراكز المختلفة بمصر والوطن العربي لخدمة البحث العلمي واشرف وناقش العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه في مجال التخصص اورام الكبد والتشخيص المبكر لها وله من الابحاث العلمية المنشورة دوليا بحث افتتاح مرجعي بصفته عضوا فعالا بأيئة تحرير المجلة العلمية الدولية لعلوم الكبد واخرى عن تسامم المياه والعديد من المقالات عن التعريف بانفلونزا الخنازير وهو استاذ زائر ومحاضر علمي بالعديد من الدول العربية والاوروبية وشارك في العديد من المؤتمرات العلمية المحلية والدولية في مجال كيمياء الحياة ومن المؤلفات العلمية لعلمنا نذكر تحدي الامراض بالثوم كيف تقوي منعتك بالاعشاب كنوز الطب الشعبي البديل والكيمياء في القرآن الكريم العالم الأستاذ الدكتور نبيل محي عبد الحميد قام بإعداد مشروع تطوير الدراسات العليا بكلية السيدلة بما يحقق خدمة في حل المشاكل المتعلقة بأمراض مصر المنتشرة كالتهاب الكبد الفيروسي وأورام الكبد وعضو الجمعية الأمريكية للكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزائية والجمعية المصرية للكيمياء الإكلينيكية والرابطة الطبية المصرية للسكر والجمعية المصرية للطب البديل وحماية حق المريض وجمعية الشرق الأوسط لبحوث السرطان والجمعية العربية للعلماء ورشح من قبل المعهد الأمريكي للسير الذاتية بوضع اسمه ضمن قائمة علماء الـ ABI في مجال الكيمياء الحيوية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثت الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ الوافر علماء من بلدي معكم في رمضان تشاهدونه في الأوقات التالية دكتور نبيل طبعا عودنا مرة تانية وعايزين نصيحة طبية من حضرتك للسادة المشاهدين علشان تجنب أمراض الكبد والأوراة مجال دراسة حضرتك أنا بشكر حضرتك تاني على السؤال يعني بما أننا في رمضان أنا كان عندي أمل أن أنا أشوف صورة الناس في رمضان أحسن من اللي الواحد يتعاود يشوفها يعني مع الأسف إحنا مفروض شهر الصوم اسمه شهر الصوم بس وهم الشهر الصوم عندنا خالص لحقيقة لأن المفروض ما نشتكيش من غلو الأسعار المفروض ما نتزحمش على الأكل وعلى الشرب وعلى الفواكه والحلويات وكذا يعني الناس كان يجب أنها رصال السلام قال صوم وتصح يعني الصيام صح دي حقيقة فأحنا كنت أتمنى أننا في رمضان ده وأننا في رمضان وتبع النصيحة في فترة رمضان باستخدام الصيام لأننا المفروض أننا أستفيد بالتلاتين يوم اللي أنا هصوم فيهم دول أننا أكل يبقى إليه النشا أكل يبقى إليه الدهول لأن الناس لازم تبقى عارفة حاجة مهمة قوي أن النشاويات والدهول هي مواد ربنا خلاها عشان تحترق مش عشان تتخزن دي أكبر خطر عندنا المؤسف لما بتتخزن بتتخزن فيه إحنا عندنا مكانين بتتخزن فيه الدهول دهول على الكبد بالزبط الله ينور على حضرتك الجزء بيتخزن تحت الجلد اللي هي بيخلي أجسامنا مش مظبوطة ده والجزء الأهم والأخطر اللي بتخزن على الكبد الكبد هو يعيني الجندي المجهول في جسم الإنسان هو المصدوم دايما في جسم الإنسان نحن نتعاطى يعني اللي بيشرب سجاير واللي بيستخدم أدوية بكثرة واللي بيأكل أكل دسم واللي بيأكل التكاوي والديليفري كل دي عادات سيئة تؤدي إلى يعني إضاعة شيء مهم جدا في حياتنا اللي هو الكبد الكبد أكبر عضو في جسم الإنسان وأهم وأخطر عضو في جسم الإنسان بس إحنا بنتطاول عليه لأنه ما بيتقلمش مفيش فيه مكان بيتقلم فيه صداع فإحنا بندننا نأذي فيه هو يتحمل فبيتحمل سنة واثنين وعشرة وبعدين نجي نتفاجئ أنه تلايف بسبب إهمالنا يعني إحنا عندنا السبب الأساسي فيه إهداء إهداء صحاتنا إهداء صحاتنا صحاتنا دي ربنا خلاقة كنزة وهل كثرة الأدوية بدون مبرر بالدور الكبد والكلة طبعاً ده سؤال كويس يعني إحنا المفترض إن مفيش حد فينا يلجأ للعلاج إلا المضطر يعني إحنا ما نعودش متصورين إن كل ما يجيه له صداع أخذ حباية كل ما يجيه لي مش عارف ألم في الأسنان أخذ قرص كل ما يجيه لي ألم في الزور أخذ مضاد دحاية كل ما يجيه لي ألم في ودني أخذ مضاد دحاية وهكذا يعني خطأ إن احنا نتعامل مع الدور على إنه شيء سهل وفي متناول الإيد وسهل لما نروح للطبيق للصيدالة أقوله الديني ده فبيديه ما عندهناش أي أو موانع لكده يعني فده خطأ كبير لأن إحنا المثل الإنجليزي بيقول أدام بنتكلم على الكبد يعني إيه ما تلسع شيبه الكرباك حصان تعبين الناس الكبد بتاعها مليان دهون أو الكبد عنده فيروسي أو عنده تلايف أو أو الأخذ ما تعودش تاخد علاج طول النهار أكيد طبعا بنأمل إن كل الناس تستفيد واستفادت من فكرة حضرتك بنشكر البحث المتميز والعالم الصيدالي الأستاذ الدكتور نبيل عبد الحميد ابن محافظة التقاهلية وأستاذ الكمياء الحيوية شكرا جزيلا يا دكتور شرفتنا مشاهدين أعزائي الوقت مر مع حضراتكم بسرعة وإحنا طبعا في العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم بندعو ربنا سبحانه وتعالى إنه هو يشفي كل مرضانا وأيضا يرحم كل أموتنا ويجعلنا من أتقاء هذا الشهر الكريم بنشكر أسرة ستوديو سبع على الهواء مباشرة بنشكر الزميلة المخرجة عبير الحلبي في الإعداد والإخراج وتحياتي دكتورة أمل منير صبري شكرا وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حاجة حلوة حاجة حلوة بينا حاجة كل مدد ستزيادة فيها إنه فيها نية صبية فيها حاجة دافية حاجة بتخليك تدفت فيها سنة سنة تهيلة العزرية في مصر ونفع على قبلية في مصر مولد السيدة والذكر والهيطة وربعتين بركة بسيدة نفيزة المشي على الكورنيش والبركة فلوك متعيش فرح بلد وللت حنك فيها حاجة حلوة حاجة حلوة بينا في تتعبك ولا بتزيبها تحياتي دكتورة وحببها على بعضها في العيوبها حتها من جنة اشتركوا في القناة